كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف عن اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسوريا تجري صياغته حاليا وذكر قالباف لدى وصوله دمشق أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا تتم صياغته حاليا متطلعا إلى المصادقة عليه لدى برلماني البلدين وتنفيذه بما يتيح للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة أعمار سوريا استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي حمل رسالة شفوية من الملك محمد السادس وأكد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين وذكرت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها في فيسبوك استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرتاج ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي والذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخي جلالات الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة